بلاد الرافدين والبحيرات وشط العرب يعاني العراقيون شح المياه وجفاف الأراضي الزراعية في أزمة معقدة تتفاقم يوما بعد آخر في ظل الفساد الحكومي وسوء الإدارة طبعا الأضرار في قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية كبير جدا لكون هذا القطاعين يعتمدان بشكل كبير على روافد شط العرب الواصلة إلى دور المواطنين والأراضي الزراعية ارتفاع النساء الملحي طبعا سببه وقلت الأطلاقات وقلق النهر الكارون مقبل الجانب الإيراني يعيش العراق في مشكلات كبيرة تتعلق بالجفاف وتنظر بانهيار زراعي وهجرة العائلات الريفية إلى المدن بأعداد أكبر من أي وقت مضى ما يزيد من حدة المنافسة على الموارد والوظائف الشحيحة أصلا مصادر محلية في محافظة ذيقار قالت متظاهرين من أهالي قريتيهم الحجول وحج نصير جنوبين ناصرية قطعوا طريق بين البصرة والناصرية بالإطارات المحترقة بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب في القريتين فيما حذرت صحيفة انديبندنت البريطانية من مخاطر أزمات المياه في العراق والشرق الأوسط وأن حروب المستقبل ستخاض حول المياه بدلا من النفط مطيفة أن أزمة المياه ستتسبب بالطرابات اجتماعية وتوترة بين الدول ولأول مرة منذ أربعين عاما دخلت بحيرة حمرين مرحلة الانخفاض الحارجي وفقا لمدير ناحية السعودية في محافظة ديالا أحمد الزركوشي والذي أكد أن البحيرة فقدت أكثر من 90% من خزينها المائي وتحولت البحيرة العملاقة إلى مسطح مائي متواضع جدا خسائر كبيرة تكبدها العراقيون بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ونفوق الأسماك النهرية بسبب زيادة اللسان الملحي في شط العرب فضلا عن انعدم المياه الصالحة للشرب مع استمرار الجانب الإيراني بقطع الانهار الداخلة للعراق مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ديالا قالت أن مستقبل أكثر من 30 ألف فلاح ما يزال مجهولا بسبب أزمة الجفاف التي تضرب العراق مع قطع إيران مياه منابع العديد من الأنهار وأن أكثر من 70% من مناطق ديالا تعيش وضعا كارثيا بسبب أزمتي مياه الري والشرب لافتن لأن الحلول الحكومية حتى الآن ترقيعية سياسة حرب المياه التي تنتهجها إيران مع شعب الأحواز وتجفيف الأهوار الذي جاء بأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني بحجة تنقيب عن النفط هي ذات السياسة التي تستخدمها مع العراق بتعاون مع الحكومة المتعاقبة والميليشيات المتنفذة